موسيقى موسيقى طالبات وطالبات الصف الاول الاعدادي اهلا بكم في اول درس في الترم الثاني في الجبر وهو الضرب المتكرر في نون احنا درسنا قبل كده الضرب المتكرر في الاعداد الصحيحة واحنا في ابتدائي مثلا كان عندي خمسة قصة اربعة يعني الخمسة مضروف نفسها اربعة مرات يعني خمسة في خمسة في خمسة في خمسة كم مرة اربعة مرات حسب القص اللي موجود عندي هنا طبعا الخمسة اللي تحت دي انا بسميها اساس والرقم اللي فوق انا بسميه القص طيب لو خمسة قصة سبعة طبعا عبارة عن ايه خمسة في خمسة في خمسة كم مرة سبعة مرات حسب القص اللي هو مدهون مثال تاني لو عندي سبعة قصة تلاتة دي عبارة عن سبعة في سبعة في سبعة كم مرة تلات مرات برضو حسب القص زي ما اتفقنا خد بالك من حاجة ان خمسة قصة تلاتة مش بتساوي خمسة في تلاتة خمسة في تلاتة دي بتديني خمستاشر لكن ما خمسة قصة تلاتة دي عبارة عن الخمسة مضروف نفسها تلات مرات كم مرة تلات مرات يعني خمسة في خمسة في خمسة بمية خمسة وعشين مش بالخمستاشر اللي انا تقدر خمسة في تلاتة كمان خد بالك من حاجة تانية ان لو في رقم مفيش عليه قص زي الاتنين دي دي عبارة عن اتنين مفيش عليها اس لا هي في الحقيقة في عليها اس واحد بس الواحد احنا مش بنكتبه بس خلاص احنا متفقين انه لو رقم جاي مفيش عليه اس هو في عليه اس واحد بس احنا مش بنكتبه ده الدرب المتكرر اللي احنا درسناه في ابتدائي في المنهج بتاعنا في قول اعدادي هندرس درب المتكرر بس في المجموعة الاعداد النسبية الاعداد النسبية اللي هي عبارة عن القصور اللي هي بسط ومقام مثلا 3 على 5 الكل لقص 4 3 على 5 الكل خد بالك من كلمة الكل اللي هي عبارة عن القوس القوس انا بسميه الكل 3 على 5 الكل لقص 4 معناها ان الجوه القوس دوت او القوس ده مضروف نفسه اربع مرات يعني 3 على 5 في 3 على 5 في 3 على 5 في 3 على 5 كم مرة اربع مرات برضو حسب القص اللي موجود عندي هنا فوق بصفة عامة لو في عندي عدد نسبي اسمه الف على به مرفوع لقص نون يعني الف على به الكل لقص نون معناها ان الالف على به ديت مضروف نفسها تاني مضروف نفسها تاني مضروف نفسها تاني كم مرة حسب النون لو هي النون دي بخمسة يقوم مضروف نفسها خمس مرات لو النون بعشرين تبقى ألف عليها مضروف نفسها عشرين مر مثال بسيط كده مثلا 5 على 7 الكل قص ثلاثة معناها 5 على 7 مضروف نفسها تلت مرات يعني 5 على 7 في 5 على 7 في 5 على 7 احنا لما كنا بنضرب اعداد نسبية كنا بنضرب البسط في نفسه البسط في البسط في البسط والمقام في المقام في المقام يعني تبقى 5 في 5 في 5 والمقام هي بقى عندي 7 مضروف نفسها برضو 3 مرات يعني 7 في 7 في 7 5 في 5 في 5 ديت عبارة عن 5 قص ثلاثة تمام و7 في 7 في 7 دي عبارة عن 7 قص ثلاثة ملاحظ ايه بص معايا كده هنا هتلاقي هنا ان العدد النسبي 5 على 7 الكل قص ثلاثة طلاف الاخر بيساوي 5 قص ثلاثة على 7 قص ثلاثة يعني ايه الكلام ده يعني القص ده توزع على البسط وعلى المقام بيتابارة عن 5 على 7 لكل قص ثلاثة بتساوي القص لما توزع البسط تبقى 5 قص ثلاثة في البسط اللي هي ديت على 7 قص ثلاثة في المقام اللي هي دي يعني بصفة عامة لو في عندي عدد نسب اسمه ألف على ده الكل قص نون النون القص ده هيتوزع على البسط وهيتوزع على المقام هتبقى عبارة عن ألف أسنون على به أسنون تمام؟ ناخد مثال صغير لكلام دوت. مثال يوجد قيمة 2 على 5 لكل أس 3. بدل ما تفكها تبقى 2 على 5 في 2 على 5 في 2 على 5. لا. وزع الأس على طول مع قوين الأسس عشان تبسط بها الشغل بتاعك الأس ستوزع على البسط تبقى 2 أس 3 في البسط وتتوزع برضو على المقام تبقى 5 أس 3 زي ما تشايف كده في المقام 5 أس 3 الأس توزع على البسط وتوزع على المقام. 2 أس 3 يعني 2 مضروعة في نفسها 3 مرات 2 في 2 في 2 2 في 2 ب4. 4 في 2 ب8 على المقام 5 أس 3 يعني 5 في نفسها 3 مرات. يعني 5 في 5 في 5. 5 في 5 في 5 وعشرين في 5 كمان بمية خمسة وعشرين نشوف كمان مثال رقم 2 اوجد قيمة 2 وطلت لكل أس 2 طب يا مستر هوزع الأس على البسط وعلى المقام وعلى الصحيح لا مش هنعمل كده لأن احنا بنوزع الأسطة على البسط وعلى المقام بس لأن احنا بنتعامل مع عداد نسبية اللي هي بسط والمقام طب هنعمل فيها ايه نرفع الكسر الأول نخلي بسط والمقام فقط ازاي كنت بضرب العدد الصحيح ده في المقام 2 في 3 واللي يطلع يتجمع على البسط 2 في 3 بستة 6 زائد 1 7 يبقى البسط عندي هيساوي 7 نقولها تاني هضرب العدد الصحيح في المقام واللي يطلع يتجمع على البسط العدد الصحيح يضرب في المقام واللي يطلع يتجمع على البسط 2 في 3 يديني 6 6 زائد 1 يديني 7 يبقى 7 في البسط والمقام زي ما هو تلاتة كده تحولت لمسألة عادية سبعة على تلاتة الكل قصة اتنين القصة هتوزع على البسط هتوزع على المقام تبقى سبعة قصة اتنين على تلاتة قصة اتنين سبعة قصة اتنين سبعة في سبعة تسعة واربعين على تلاتة قصة اتنين تلاتة في تلاتة بتسعة مثال رقم تلاتة وجد قيمة تلاتة من عشرة الكل قصة تلاتة تلاتة من عشرة الكل قس تلاتة طبعا بتعمل برضو مع عدد نسبية بسط ومقام فاحول العدد العشري ده لعدد نسبي تلاتة من عشرة يعني تلاتة على عشرة والقس هو هو يبقى تلاتة على عشرة الكل قس تلاتة كانت حولت لمسألة عادية القس هيتوزع على البسط ويتوزع على المقام تبقى تلاتة قس تلاتة على المقام برضو هيتوزع عليه تبقى عشرة قس تلاتة تلاتة قس تلاتة يعني تلاتة في نفسها تلات مرات تلتة في تلاتة في تلاتة في سبعة وعشرين. على عشر والثلاثة يعني عشرة في نفسها تلات مرات. عشرة في عشرة في عشرة بالف. مسألة الرقم اربعة. اوجد قيمة اتنين من عشرة داير. فاكرين الداير. الداير اللي كنا بنقول فيه ان الرقم بتقسم على تسعة بحسب الارقام اللي بتتكرر. يعني مثلا لو خمسة من عشرة داير دي كان بتساوي خمسة على تسعة واحدة. لو ستاشر من مية داير كانت عبارة عن ستاشر على كام رقم اللي عندي اللي بيدوره رقمين? يبقى على تسعتين على تسعة وتسعين. لو خمسمية وسبعتاشر داير. دي عبارة عن خمسمية وسبعتاشر على كام رقم اللي بيدوره تلت ارقام يعني على تلت ساعت على تسعمية تسعة وتسعين. نرجع تاني لمسألة بتاعتنا المسألة رقم اربعة. بيقول لي اوجد قيمة اتنين من عشرة داير الكل قس تلاتة. هنحول اتنين من عشرة داير دي لعدد نسبي بسط ومقام. تبقى اتنين على رقم واحد اللي بيدور اللي يبقى على تسعة واحدة. والكل قس تلاتة بتنزل زي ما هي. بعد كده تحولت لعدد نسبي. هنوزع القس على البسط وعلى المقام. تبقى اتنين قس تلاتة على تسعة قس تلاتة. هتبقى بالمنزر دا اتنين قس تلاتة على تسعة قس تلاتة. اتنين قس تلاتة يعني اتنين في اتنين في اتنين بتمانية على تسعة قس تلاتة تسعة في تسعة في تسعة بالألحة بعملها تدينا سبعمية تسعة وعشرين. كمان ملاحظة مهمة اول. اي عدد قس سفر بيساوي واحد. اي عدد أس سفر بيساوي واحد ألف على ب الكل أس سفر بيدينا واحد حيث ألف لا يساوي سفر هنشوف حكاية داية بعدين كمان شوية نشوف مثال خمسة أس سفر أي عدد أس سفر اتفقنا بيدينا واحد طيب هنا سالب ثلاثة قولنا القصة هيتقرأ ايه الكل يبقى سالب ثلاثة الكل قص سفر يدينا برضو واحد أي حاجة قص سفر بكام بواحد دي اقراها انت كده ها تمام سالب سبعة الكل قص سفر برضو أي حاجة قص سفر بكام بواحد يا مستر انت مقرر للمسألة دي سالب سبعة قص سفر ودي برضو سالب سبعة قص سفر لا استنى دي سالب سبعة قص كام سفر هتدينا كام واحد لا غلط يا مستر مش انت قلت ان اي حاجة قص سفر بواحد اه تمام انا قلت كده لكن ما اخد ذلك السفر اللي في القص دوت بتاع السبعة بس ولا بتاع السالب سبعة كلها يعني بمعنى تاني هل القوس اللي فوق دوت بيفرق معايا وهنا ما فيش قوس وهنا فيه قوس بيفرق معايا ولا مش بيفرق بيفرق كتير طبعا طب ازاي يا مستر اقولك مش اتفقنا انك اي حاجة قص سفر بواحد تمام يبقى ازا الجزء ده سبعة قص سفر دي كده بواحد في قبلها برة سالب يبقى المقدار ده كله كده سالب سبعة قص سفر تدينا السالب تنزل والواحد خد بالك ان دي انا بقراها سالب سبعة قص سفر اما اللي فوق دي بقراها سالب سبعة الكل دي بقراها سالب سبعة الكل قص سفر فالقص فرق معي هنا كتير نشوف مثال كمان مثال كمان لو قلت سالب خمسة قص سفر دي تطلع واحد ولا سالب واحد كنا خلاص عارفناها السفر هنا من الاساس بتاعه هي الخمسة بس يبقى ازا دي بواحد الجزء اللي هو بتاع خمسة قص سفر دوت قمته واحد وفي قبلها برا سالب يبقى ديها تدينا سالب واحد طب واحدة كمان لو قلنا سالب وافتح قص سالب تلاتة الكل قص سفر دي تطلع بواحد ولا بسالب واحد القص هنا سفر من الاساس بتاعه القص دوت يبقى الجزء ده كده قمته واحد وفي برا في سالب تنس زي ما هي يبقى يدينا دي بواحد وفي قبلها سالب يبقى يدينا سالب واحد ملاحظة كمان مهمة احنا قلنا ان اي عدد قص سفر بيدينا واحد ما عدد سفر قص سفر ده كمية غير محددة احنا ما نعرفش سفر قص سفر بكم عشان كده لو رجعت معي للملاحظة فوق شوية هتلاقيني كنت قلتلك ان الف على به قص سفر بتساوي واحد حيثو الف لا تساوي سفر ليه نفهمها عشان احنا القلناة بتاعتنا اسمها ايه لازم نفهم لو الالف كانت بسفر اللي هو البسط دوت كان ايه اللي هيحصل عندي لو الالف بسفر هيبقى البسط بسفر على رقم في المقام سفر على اي حاجة بسفر هيبقى يديني قيمة العدد النسبي ده كله بسفر هيطلع سفر قص سفر واللي هو اصلا كمية غير محدد عشان كده هو حطرنا الشرط ان الالف لا تساوي سفر عشان ما نوصلش للمرحلة بتاعت سفر قص سفر نشوف مثال على الكلام ده بيقول لي هنا اوجد في ابسط صورة قيمة المقدار اتنين على خمسة الكل قص اتنين في خمسة وعشرين على الاربعة في تلاتة على سبعة الكل قص سفر دي هتساوي هنوزع القص على البسط والمقام هتبقى اتنين قص اتنين على خمسة قص اتنين في خمسة وعشرين على اربعة دي مش يحصل فيها ايه تغيير دلوقتي في تلاتة على سبعة الكل قص سفر دي يقولنا هنتطلع بكام واحد ولا سالب واحد دي هتطلع بواحد المرحلة اللي بعدها ان انا هشوف الاتنين قص اتنين بكام والخمسة قص اتنين بكام اتنين قص اتنين دي هتدينا اتنين في اتنين باربعة على خمسة قص اتنين خمسة في خمسة بخمسة وعشرين كمل باقي المقدار بتاعك في خمسة وعشرين على اربعة في واحد الواحد محايد ضربي مش هقصل معي في نتيجة الدربة في حاج هنبدأ نضرب البسط في البسط والمقام في المقام قبل مضرب لو في اختصار انا باختصر عندي هنا في اربعة في البسط واربعة في المقام على الاربعة فيها الواحد ودي على الاربعة فيها الواحد في خمسة وعشرين هنا في البسط وفي خمسة وعشرين في المقام على الخمسة وعشرين فيها الواحد وعلى الخمسة وعشرين برضو فيها الواحد بتصفت خلص المسألة تطلع في الاخر فيها الواحد وممكن تعملها بالآله الحزب ناخد المسألة رقم اتنين بيقول لي اوجد في افصد صورة اتنين وطلت الكل قس اتنين على خمسة من عشرة داير. هتساوي. اتفقنا ان احنا بنشتغل مع عدد نسبية. نرفع الكسر الاول. العدد الصحيح الاتنين يضرب في التلاتة. ونتج الضرب يتجمع على البسط. اتنين في تلاتة بستة. ستة زائد واحد سبعة. هيبقى البسط الجيد بتاعي هنا هو هيبقى سبعة. المقام هيبقى تلاتة ما فيش تغيير. الكل قس اتنين. على خمسة من عشرة داير. خمسة من عشرة داير اللي هي هتبقى خمسة على تسعة. نكمل هنا هنوزع القس على البسط وعلى المقام. هتبقى سبعة قس اتنين على تلاتة قس اتنين. نكمل بقى المقدار على خمسة على تسعة. هتساوي. سبعة قس اتنين سبعة في سبعة بردين تسعة واربعين على تلاتة قس اتنين بتسعة. على خمسة على تسعة. ما هتساوي تسعة واربعين على تسعة. وعلامة الاسمة هنقلبها تبقى فيه. ونقلب الكسر اللي بعدين هتبقى تسعة. بل ما هي خمسة على تسعة هتبقى تسعة على خمسة. هتساوي. هضرب وقبل ما اضرب لو في اختصار بختصر. وطبعا ممكن تعمل الحزب على طول. التسعة هنا. وفي تسعة في المقام وتسعة في البسط على التسعة في الواحد ودي على التسعة فيها الواحد. اضرب بسط في بسط. ومقام في المقام تسعة واربين في واحد. تسعة واربعين على المقام واحد في خمسة. ملاحظة مهمة جدا. لو عندي سالب. اي سالب. طيب لو رقم سالب قس اتنين يبقى سالب مدروه في نفسها كم مرة? مرتين. سالب في سالب. طيب لو سالب قس تلاتة تبقى سالب مدروه في نفسها كم مرة? تلقات مرات سالب في سالب. في سالب. طيب لو رقم سالب قس اربع. يبقى عندي السالب. طيب عايز تقول ايه يا مستر من وراء الكلام ده? اقول لك. دي كده السالب اكناها قس واحد. عشان سالب ايا واحد. طلعها بسالب. سالب قس اتنين. ابقى رعن السالب مدروه في نفسها مرتين. سالب في سالب دي ديني مجب. طيب. سالب قسない. السالب مدروه في نفسها تلات مرات. سالب في سالب في سالب. سالب في سالب بمجب. مدروه في سالب كمان تطلع معي سالب. طيب لو سالب قس اربعة. سالب في سالب بمجب. والاتنين دول سالب في سالب كمان بموجب موجب في موجب بموجب طيب لو سالب قص خمس كل اتنين سالب يطلعوا لي واحدة موجب دول كده سالب في سالب بموجب وهنا سالب في سالب بموجب تبقت لي سالب تطلع في النهاية سالب طيب لو سالب قص 6 دول يطلعوا موجب والاشارتين دول يطلعوا لي اشارة واحدة موجب والاشارتين دول يطلعوا لي اشارة واحدة موجب موجب في موجب في موجب يديني في النهاية موجب ملاحظ ايه ملاحظ ان السالب لما بتطرفع له قص سعاد بتطلع موجب زي دي ودي ودي وسعاد بتطلع سالب زي وسعاد بتطلع سالب زي دي اللي باللون الموف ودي ودي طيب امت بتطلع موجب وامت بتطلع سالب بص معي كده لما طلعت مجابة كان القس هنا اتنين وطلعت مجابة لما كان القس اربعة وطلعت مجابة لما كان القس ستة طيب اتنين اربعة ستة طلعوا لي القس مجاب طيب امتى طلعت سالب لما كان القس واحد وطلعت سالب برضو لما كان القس تلات وطلعت سالب برضو لما كان القس خمس نستنتج ايه من الكلام دوت ملاحظ ايه ملاحظ ان لما القص كان فردي كانت الناتج النهائي سالب ولما القص كان زوجي كان الناتج النهائي موجب يعني خلاصة الكلام دوت ان لو في عندي اشارة سالب مرفوعة لقص ساعات بتطلع موجب وساعات بتطلع سالب بعرفها ازاي لو القص ده زوجي بتطلع الناتج بتاعها موجب لو القص النون دي فردي رقم فردي بيطلع الناتج سالب. طبعا ممكن اقول لك على طول لو سالب مرفوع القص لو فردي تبقى سالب لو زوجي تبقى موجب لكن اكده انت معرفتش ليه? واحنا قناة بتاعتنا اسمها ايه? لازم نفهم. كل حاجة جات ليه ومنين وازاي? مش هناخد حاجة مسلمة كده هي كده. لا لازم تعرف كل حاجة جاية ليه. مثال اكمل بوضع الرمز المناسب اكبر او اصغر او يساوي. سالب خمسة الكل اص خمسط عشر. وسالب خمسة الكل اص زوجي تطلع موجب ده رقم موجب وهنا رقم سالب يبقى اكيد الرقم الموجب اكبر من الرقم السالب. شوف رقم اتنين. سبعة قص خمسة اكبر ولا اصغر ولا يساوي من سبعة قص تمانية. في خطأ كتير من اللي طلبه بيقع فيه ان هو يبص على طول على القص ده فردي وديه تطلع سالب. لا استنى. انا هو بص على القص زوجي او فردي ازا كان الاساس سالب. لكن هنا الاساس موجب. فديه تطلع رقم موجب. ودي برضو الاساس موجب. هتطلع رقم موجب. يبقى هنا مين الاكبر? سبعة قص تمانية اكبر. من السبع مضروف نفسها تمان مرات. هنا السبع مضروف نفسها خمس مرات فقط. مثال ازا كانت سين بتساوي سالب نص. وصاد بتساوي نص. وعين بتساوي اربعة. اوجد القيمة العادية للمقدار سين قص تلاتة. صاد قص اتنين. عين قص اتنين. في المسائل دي بنعوض عن السين والصاد والعين. بالقيم اللي هو مدهم لي. السين مدهاني بسالب نص. والصاد بتساوي نص. والعين بتساوي اربعة. المقدار. هيساوي. السين هنشيله ونحط قيمتها اللي هي سالب نص. قص تلاتة. لا استنى اخد بالك. لما تكتب القص كده لما تيجي تعود دايما عود نفسها تشيل الرمز وتحط قيمته بين قصين. عشان بالمنظر ده القص التلاتة على الواحد بس بتاعة البسط. لكن النما القص هو اصلا على السين كلها. على السالب نص كلها. في الصاد قص اتنين. الصاد اللي هي بنص. قص اتنين. تمام كده? لا استنى اتفقنا على الاقواس. دايما لما تيجي تعود حط اقواس. في العين اللي عين عندي بكم? باربعة. قص اتنين. قط برضو الاقواس. هتساوي. الاقص التلاتة هتقسم على السالب وعلى البسط وعلى المقام. سالب واقص فردي تطلع سالب. واحد قص تلاتة في البسط على اتنين قص تلاتة في المقام. في. هنا القص برضو يتوزع على البسط وعلى المقام. واحد قص اتنين وهيتوزع برضو على المقام اتنين 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 في اربعة اتنين اربعة في اربعة مرتين بستاشر هتساوي واحد اتلاتة واحد في واحد في واحد بواحد على اتنين اتنين في نفسها تلات مرات بتمانية في واحد اتنين بواحد على اتنين اتنين في نفسها مرتين باربعة في ستاشر هنبدأ نضرب وقبل ما نضرب لو فيه عندي اختصار أنا باختصر فيه تمانية هنا في المقام وفيه ستاشر في البسط عالتمانية فيها الواحد ودي عالتمانية فيها الاتنين وفيه عندي هنا اتنين في البسط وفيه اربعة في المقام بقبل الاسم على الاتنين على الاتنين فيها الواحد واربعة على الاتنين فيها الاتنين نضرب بعد كده بسط في بسط في بسط ومقام في مقام في مقام باعتبار ان الستاشر دي مقامها واحد واحد في واحد في واحد بواحد في البسط واحد في واحد في واحد على المقام 1 في 2 ب2 في 1 كمان ب2 تطبيقات هندسية على الضرب المتكرر احنا خدنا في ابتدائي ان مساحة المربع بتساوي طول ضلع في نفسه فلو في عندي مربع طول ضلعه يبقى مساحته بتساوي الضلع اللي هو لام في نفسه لام في لام لام في لام بلام قس 2 اخدنا كمان ان حجم المكعب طول الضلع في نفسه في نفسه. فاذا كان في عندي مكعب طول ضلعه لام يبقى حجمه طول الضلع في نفسه في نفسه طول الضلع اللي هو لام يعني لام في لام في لام. لام في لام في لام مضروعه في نفسها تلت مرات تبقى لام قصة تلاتة. نشوف مثال. اكمل مكان النقط. اول واحدة بيقول لي مربع طول ضلعه تلاتة على اربعة سنتي. تلاتة اربعة سنتي. فان مساحته احنا عارفين ان مساحت المربع بتساوي لام تربيع. يبقى تلاتة اربع. القصة يتوزع على البسط وعلى المقام تبقى تلاتة قصة اتنين على اربعة قصة اتنين. هتساوي تلتة قصة اتنين تلاتة في تلاتة بتسعة على اربعة قصة اتنين ستاشر. طبعا ممكن تفكها من هنا على طول تلاتة قصة اتنين تطلع بتسعة على طول وتستغنى عن الخطوة اللي في النص. المساء الرقام اتنين بيقول لي مكعب طول الحرف واحد ونص سنتي. فان حجمه احنا عارفين ان حجم المكعب بايه? لام تكعيب. يبقى لام تكعيب اللي هو يبقى عندي حجم المكعب بيساوي لام تكعيب يعني هيساوي واحد ونص تكعيب. قصة تلاتة. هنرفع الكسر هنا واحد في اتنين باتنين. اتنين زائد واحد تلاتة. على المقام هو هو اتنين. الكلام ده كله اص تلاتة. الاس هيتوزع على البسط وعلى المقام يبقى يستاوي تلاتة اص تلاتة. على اتنين اص تلاتة. تلاتة اص تلاتة. تلاتة في تلاتة في تلاتة بسبعة وعشرين. على اتنين اص تلاتة اتنين في اتنين في اتنين. بتمانية. سنتيمتر مقعب. ملخص الحصة لو عندي عدد نسبة اسمه الف على B مرفوع لقص نون معناها ان العدد النسبة دا اللي هو الف على B مضروف في نفسه عدد نون من الممرات الف على B فالف على B فالف على B كم مرة نون من المرات حسب النون لو النون بخمسة مضروف نفسه خمس مرات لو النون بعشرة بقى مضروف نفسه عشر مرات كمان لو عندي الف على B εν Jesus لقس نون القس هيتوزع على البسط وعلى المقام. تبقى الف قس نون على به قس نون. كمان اي عدد قس سفر بيدينا واحد. لو عندي عدد نسبة الف على به قس سفر هيدينا واحد. بشرط ان الالف لا تساوي سفر. وعرفنا ليه? عشان خاطر لو الالف بسفر هيبقى العدد ده كله عبارة عن سفر. يبقى سفر قس سفر. اللي هي كمية غير محددة. عشان كده ما ينفعش البسط يكون سفر. لما يكون مرفوع لقس سفر. لو لقى اي قس تاني ما فيش مشكلة. اخر حاجة ان انا لو عندي الاشارة سالب مرفوعة لقس سعادة بتطلع موجب وسعادة بتطلع سالب. لو القس دوت النون دي عدد زوجي بتطلع موجب. اما لو النون عدد فردي بتطلع سالب. مثال ازا كانت سين بتساوي سالب اتنين على خمسة. وصاد بتساوي تلاتة. اوجد قيمة سين قس صاد. الحل. الحل. سين قس صاد هتساوي. هنشيل السين وحط قيمتها وزي ما اتفقنا هنحطها بين قسين. يبقى سالب اتنين على خمسة اللي هي قيمة السين. قس صاد الصاد اللي هي بتلاتة. مجرد تعويض مباشر بيتمسألة عادية جدا. القس هتوزع على الاشارة وعلى البسط وعلى المقام. سالب قس تلاتة القس بتاعي فردي. تطلع موجب ولا سالب. تمام. تطلع سالب. والقس يتوزع على الاتنين اللي بتاعت البسط. يبقى اتنين قس تلاتة. وتتوزع برضو على الخمسة اللي في المقام بتبقى خمسة قس تلاتة. هتساوي. سالب اتنين قس تلاتة. خلاص حفزناها. اتنين في اتنين في اتنين. تلات مرة. على خمسة قس تلاتة. خمسة في خمسة تلات مرات بمية خمسة وعشرين. كده انتهت الحصة بتاعتنا النهاردة. اتمنى ان كنت تكونوا فهمتوا. وعشان تثبت المعلومة عندك حل المسائل دي. وكلها مسائل زي اللي حلناها في الحصة. حل كتير. المستوى بتاعك هيفرق كتير. اشتركوا في القناة.